تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا لا يعد نفاقا كون الإنسان يستثر بسكة الله في معاصر الله هذا ليس لنفاق لأنه يخشى الله ويخاف الله وهو مؤمن بالله عز وجل ومعترف بخطيئته وخجر من الله عز وجل فهذا يسر المناسب والذي ينبغي الإنسان إذا فعل معصية أن لا يفكر أحداً بذلك ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمة معافاة إلا المجاهرة الذين يرحلون المعصية ثم يصبحون يحدثون بها الناس هذا موهد عالية لا أحد أرأت بذلك من الله ولا أرأت ولا أحد التوى من الله فإذا أسأت ولم تخبر أحداً صارت مسألة بينك وبين من وبين الله وإنسى المشكلة فنقول للأخ استفتر بسك الله وليس هذا من النفاق وأعنص على أن تتود إلى الله ثوبة نصوحاً وإذا كنت مبتلاً بهذا الأمر فتفكتني أنه حرام وله آثار سيئة على البدم ولا سيما على مستقبل الإنسان والإنسان العاقل يحكم العقل والعاقل هو من يغلب عقله شهوتاً تجنب هذا وتلهها عنه ثم أحنص على أن تتزوج أحنص على أن تتزوج مذكراً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا مشاء الشباب من استطاع أن ينكم الباعة فليتزوج فإنه أغرب للبصر ويحصل للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصدر نعم شكراً لكم